حضرتك هتيجي تطلب مني في شركة موزعة رسمية عندنا 4-5 شركات موزعة رسمية في مصر وفي عنده ألاف المخازن منتشرة مستوى الجمهورية 4-5 شركات الكبار في التوزيع دول واخدين السوق كله بيحصليه بقى حضرتك دكتور شريف بتطلب طلبية يقول لك أنا والله أنا عندي العلبة الفلانية نقصة ممكن أعملك علبة كوتة بس تطلب طلبية بـ 5000 جنيه طب أنا ما طلبتهاش ألاها موجودة في المخازن بخصم زيره يعني أنا حالياً دلوقت أي صيدالة في مصر وأي صيدالة في مصر بيسمعني اللي كان بقوله ده ممتاز صدق الأمانة أكتر كل الأدول مطلوبة من شركات توزيع الخارج طال 5 شركات دول نصف الفاتورة اللي حالياً بيقوله ده مخازن الأدول ده مرض مزمن مشكلة مزمن خلي بالك النقطة خلي بالك النقطة هو إسمه ناقص بس موجود يعني أنا لو دورت عليها الآن بس بخصم زيره تمام؟ فأنت مش هتشتري بالخصم زيره ومعامكانيات يضخوا فلوس في السيدالية ويجيب بيقدر جيب طب معظم السيدال هو معتمد على الخصم مع التضخم اللي حصل هو مش قادر فتلا دورت 50% من الفاتورة بطلبها المخزن من خصم زيره ده ينطبق على دوية الدئيمة اللي احنا بنتكلم انها نقصة يعني أنا لما قواطنا أولاً عندي أنا نصف الفاتورة ببقى في نقص مصطنع يعني خلينا أقولك في حتة الناس يمكن تباشوا خدا بالها منها الناس اللي مدير القطاعات التجارة والبيع في بعض الشركات السادزة في حتة يعطش ينزل المخزن ويتفل معاه ده ينطبق أي حد يقولك رقم محدد احنا ما عندش حصيك يعني واضحة شوف السيدال شريف انا بتكلم على رقم معاش الربعين في المدجات من المعرفهاش يعني برضو لا لا الربعين في المدجات يعني لا يعني هو دوما موجود خلي بالك دوما موجود بس بخصم كان بس السيدال شريف بخصم زيره دكتور على شفحات الميس لجنة الشيون الصحية في مجلس النواب قال انه 40% من الأدوية المصرية بيها نقص في السوق المصري وفق الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة يبلغ حجم سوق الدواء في مصر نحو 300 مليار جنيه انا بقول لها حراكم الأرقام 200 مليار في السوق السوق الحر 200 مليار الكلام ده تموم منقشته في مجلس النواب تمام وفي حضور وبمساهمة لجنة الشيون الصحية حالو وشوف حضرك مها برضو الجزء من الحقيقة الغير كاملة دي مشكلة بس حارج بتقول برضو ممكن نصف 300 حجم السوق حارج بتقول نسبة النقص اللي في الدواء في مصر النهاردة سببها بعض التفاصيل الإجرائية اللي حارج بتكلم عليها ده جزء من التنظيم جزء من التنظيم تسبب في الأزمة هل مرتبط أنا ما بفهمش دواخل المهنة وتفاصيلها هل ده جزء مرتبط بالإجراءات اللي حارج بكلام عليها بس ولا جزء مرتبط بوضع الحالة الاقتصادية المادة الفعالة اللي بيتم استراضها بص يا سيد شريف ده جانب عشان كنت أقول لك الموضوع مزمن من زمان وبدت هيدو مصرية تاخد إجراءات دلوقتي تتابع بتعمل إيه حاليا من دول مثلا نقول لك على حاجة مهمة جدا هؤلاء أسماء التجارية مستحضر فيه حاجة اسمها سوتالول ده حاجة عشان تهدي تزبط ضربة القلب ناص جدا شركة أموم بتنتجوا أنا أقول مرنك أقول اسم تجاري حاجة اسمها بيتاكور دلوقتي الخامة دخلت خلاص دخلت دخلت البلد وبدأ ينزلوها وبدأ يعملوا يبقى معا يتابع انت شركة إكس جالك تلات تلف عبو النهاردة وديتهم فين وديتهم عن صديق محفوظ دكتور علي عفو طب أروح أعمل بقى فعلا شركة الفهم وديتهم فبقى فيه نظام متابعة أفضل هو على فكرة نظام متابعة من قبل كورونا وهي تدعو حتى نظام بتتابع بس هو بيعمل تركيز أكتر أنا ما عليش أنا بتكلم حارك بتكلم كمهني جدا وحارك بتكلم كمتخصص جدا أنا بتكلم كمواطن ورأي عام إلا أنا فيه النهاردة بسبب مشاكلكم الداخلية أو بسبب الوضع للحفظ حاجب لك أمثلة لأدوية نقصة وأسبابها البرزولين نقطة دي حاجة معروفة من زمان نقصة دي خط إنتاج بتاع شركة القاهرة بيتحدث بيتطور فهم هم بيعملوا تحديث للخط بتاعهم المخزون اللي موجود خلص هل فيه مثائل لهم فيه مثائل كتيرة جدا حضراتكم كده بتقولولي إنه إحنا ما عندناش مشكلة في توفير الدولار للدواء والمادة المصنعة علي هبقيت تقول لي كده؟ بصا حضرتك الدولار جزء وإنما مش الكل يعني أنا مورد برة ما عندوش المادة الخام أنا أنا بجيبها استوردها من برة تمام أنا ما بعتها بعتله يقول لي ليس صحيح أصنعها أنا كبالة بقى كحكومة موفر ده للي بيشتغلوا في الدواء أم لا؟ بالنسبة لتصنيع الدواء بالنسبة دول أولوية مفروض لنهم أولوية الدواء ليه أولوية في التدبير والتدبير بيتم هيئة الدواء برئاسة لجنة مشكلة برئاسة الوزراء رئيسها وزير الصحة طب ليه كين نوع اللي أنا متعود عليه ما بيبقاش موجود بص يا حضرتك اللي حاصل الاسم التجاري اللي أنا بتعود عليه ليه ما بأشبه؟ اللي أنا عامل أولويات يا أستاذ الشريف هناك حتى في الهيئة بص يا فني البنك المركزي مجلس الوزراء التسعير قدرت أنه وصف في الهيئة الدواء المصرية بيعمل أولويات بمعنى إيه؟ هو يقول لك والله أنا عندي دلوقتي الدواء الضغط ده فهو بيبص بقى على أن أنا عندي بدايل برافو عليك طب أنا هاركنه دلوقتي بس أجيب دواء السكر اللي إيه؟ اللي ملوش بدايل كتير وده اللي حصل في أنا حدي حدي تصريح دلوقتي موفر إمكانياتي للدواء اللي هو بديلمس بالضبط كده